المتاعب الاقتصادية للمغرب تتوالى فبعد معضلة شح الامدادات الغازية وارتفاع عجز الموازنة العامة لمستويات غير مسبوقة يكشف مكتب الصرف الذراع الاحصائي لحكومة عزيزة خانوش عن تفاقم العجز التجاري للمملكة مسجلا مستوى قياسي بتجاوزه 21 مليار دولار بنهاية العام الماضي وبزيادة تجاوزت الربح بالمقارنة مع مستوى العجز المسجل في 2020 عجز ضخم عمق منه ارتفاع قياسي في واردات المملكة في 2021 بأكثر من 24% لترتفع فاتورة الاستراد ل 56 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد في المقابل انحصرت صادرات المملكة عند أقل من 35 مليار دولار رغم الحديث عن ارتفاع صادرات السيارات وتسارع خطوات المغرف في استنزاف ثروات الفوسفات لتحقيق أعلى العائدات المالية لتغطية العجز المالي المتعظم بالتوازم مع تفاقم الدين العام ليشكل أكثر من 76% من الناتج المحلي الإجمالي ناهيك عن ظاهرة التهرب الضاربي وتحايل الشركات المتعددة الجنسيات الذي يكبد الخزينة المغربية أكثر من ملياري ونصف المليار دولار سنويا ترجمة نانسي قنقر